المبادلة العظمى وهذا الموت هو انفصال كامل عن الله ويتكلم عن موت روحي ويتكلم عن موت أدبي أيضا وهذا الموت أيضا نتيجة الخطيئة أو عقاب الخطيئة هو جهنم النار لكن جاء شخص الذي عنده القدرة وهو قدوس اللي جاء من السماء وبنفس الوقت تعاطف مع الإنسان والكلمة صار جسدا فالمسيح كلمة الله جاء في ملء الزمان وأخذ عقابنا وقصاصنا وموتنا وخطيانا وكلها فعليا تصمرت في الصليب على صليب المسيح فاستطاع أن يقوم بعملين العمل الأول استطاع أن يرضي العدالة الإلهية ويوفي كل مطلب إلهي وكل طبعا شيء إلهي لأن الله قدوس عادل لازم يعاقب الخطيئة ولازم يحط الإنسان في جهنم النار لأن هذا ما يستحق الإنسان لأن خطيئة الإنسان هي ضد الله الغير محدودة فكفارة المسيح وموت المسيح البديلي ينبغي أن يكون غير محدود حتى يوفي العدالة الإلهية ومن ناحية أخرى استطاع أن يقرب الإنسان إلى الله فاستطاع أن يمسح الدموع والتعاسي والحزن والخوف والشقاء والظلمة والبؤس والخطيئة والفقر والضربات واللعنات كلها في جسده فلما كل هذا الشيء اتصمر في جسده وكأن الله حجب وجهه عن المسيح صرخ المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني وكل خطايا البشرية ماضي حاضر مستقبل وقعت على المسيح فهذا ما نسميه الموت البديلي أن المسيح فعلا أخذ مكانك وأخذ عقابك وأخذ قصاصك البار من أجلك نحن الذين لا نستحقهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر